اكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أهمية التزام الجميع سواء أصحاب المحال التجارية أو المرتادين باتباع الإجراءات الاحترازية المعلن عنها مسبقا للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك مع حلول شهر رمضان المبارك وما تشهد الأسواق والمطاعم من حركة النشطة وإقبال كبيرين وقال زياني أن الوزارة كففت جهودها لتأمين توريد الكميات المناسبة من السلع المختلفة وخصوصا الرمضانية منها مؤكدا في الوقت ذاته أن السوق المحلي يتمتع بوفرة كبيرة من السلع وبتنوع واسع وأن الأسعار هي ذاتها الاعتيادية وشدد سعادة الوزير على ضرورة أن تضع المحال التجارية والمطاعم الخطط والتدابير التي تضمن بيئة آمنة لمرتديها عبر التقيد والالتزام بالتدابير المنصوص عليها للحد من انتشار الفيروس وأن تكون قادرة على منع ما قد يسبب أي تتزاحم من قبل زبائنها بما قد يخل بالإجراءات الاحترازية وأعرب الوزير الزياني عن أمله في أن تثمر هذه الظروف الاستثنائية للفيروس والجميع بأحسن حال ينعم بالتوفيق لصيام شهر رمضان الكريم وقيامه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر